بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم أعزائي الطلبة سنتناول اليوم درسا من دروس مدة اللغة العربية للصف الثالث العداد وعنوان درسنا الخدمات الثقافية في البحرين سنبدأ بتقديم النص ما نوع النص هنا؟ النص هنا مقال حجاجي ما هي الفكرة العامة التي أوردها الكاتب؟ يبرز الكاتب أهمية الوسائل والمؤسسات الثقافية وتنوع خدماتها في البحرين مقاطع النص سنقسم النص إلى ثلاثة مقاطع المقطع الأول يبدأ من أول النص إلى قوله بوعي واقتدار وفكرته الثقافة وسيلة حياة أما المقطع الثاني فيبدأ من عبارة من خصائص الثقافة إلى قوله داخل الوطن وخارجه وفكرته دور الوسائل الثقافية في خدمة الثقافة في البحرين والمقطع الثالث والأخير يبدأ من عبارة ولا ننسى فن المسرح إلى آخر النص وفكرته تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الثقافية سنبدأ بشرح المقطع الأول والذي كانت فكرته الثقافة وسيلة حياة سنقوم بشرح الأفكار التي أوردها الكاتب في المقطع الفكرة الأولى يؤكد الكاتب على أهمية الثقافة ويعتبرها وسيلة حياة للناس أما الفكرة الثانية فينفي الكاتب مفهوما سائدا للثقافة يرى إنها مجرد ترف عقلي أو معلومات ومعارفة نتلقاها في المدارس والجامعات والفكرة الثالثة يصحح الكاتب مفهوم الثقافة مؤكدا على إنها مجموع ما يكتسبه الإنسان داخل مؤسسات التعليم وخارجها ما زلنا في المقطع الأول نرجو منك عزيزي الطالب تأمل معاني الكلمات الآتية ما معنى كلمة محور فقد وردت بمعنى مركز وهو مدار كل شيء أما كلمة ترف فقد وردت بمعنى تنعم وعيش الرقد الكلمة التالية وهي روافد وردت بمعنى ما يمد النهر بالماء من قناة أو نهير وهي جم ومفردها رافد أما كلمة اقتدار فمعناها تمكن أدعوك عزيزي الطالب إلى قراءة المقطع مرة أخرى ومن ثم الإجابة عن الأسئلة التالية أورد الكاتب العبارة الآتية يكتسبها الإنسان داخل معاهد التعليم وخارجها ما العلاقة بين ما تحته خط في العبارة السابقة وما دلالتها العلاقة بين ما تحته خط علاقة تضاد وتدل على شمولية مصادر الثقافة واتساعها السؤال الثاني للثقافة معنى شائع لدى الناس يرفضه الكاتب وضح ذلك تعني الثقافة لدى كثير من الناس ما يتعلمه الإنسان في المدارس والمعاهد والجامعات فقط السؤال الثالث ما المقصود بالثقافة من وجهة نظر الكاتب؟ الثقافة هي تلك الروافط من المعلومات التي يكتسبها الإنسان داخل معاهد التعليم وخارجها السؤال الرابع لمعد الكاتب الثقافة محوراً مهماً في حياة الأفراد والجماعات ووسيلة حياة عدها كذلك لدورها المهم في بناء كيان الأفراد وتكوين شخصياتهم من أجل رفع قدرتهم على فهم ما حولهم والتفاعل مع الحياة بوعي واقتدار أما الآن سننتقل إلى المقطع الثاني وفكرته دور الوسائل الثقافية في خدمة الثقافة في البحرين وأذكركم أعزاء الطلبة أن المقطع الثاني يبدأ من قول الكاتب ومن خصائص الثقافة إلى قوله داخل الوطن وخارجه أما الأفكار الرئيسة التي وردت في هذا المقطع فهي أولاً دور الكاتب في الارتقاء بثقافة الإنسان ثانياً أهمية الصحف والمجلات في بناء ثقافة الإنسان ثالثاً تأثير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في تثقيف الإنسان وما زلنا في شرح الأفكار التي وردت في المقطع الثاني رابعاً ركز الكاتب في بداية المقطع الثاني على أهمية الكتاب باعتباره مصدراً للثقافة الصحيحة وأكد على ذلك بقول مشهور للجاحظ خامساً استعرض الكاتب أبرز ما وفرته الدولة للتشجيع على الإقبال على الكتب والتزود منها من ذلك إقامة المعارض وإنشاء المكتبات وقيرها سادساً اعتبر الكاتب أن قراءة الكتب تنير العقول وتساهم في بناء الشعوب العظيمة سابعاً يرى الكاتب أن الصحف والمجلات تساهم بدور كبير في نشر الثقافة ثامناً بيّن تطور وظيفتها من مجرد الإخبار إلى الاهتمام بالعلوم والآداب والفنون تاسعاً أبرز الكاتب دور البرامج التي تقدمها الإذاعة والتلفزيون ومساهمتها في بناء الاتجاهات والمواقف وأشاد بدور وزارة الإعلام أذكركم أعزائي الطلبة بالفكرة الرئيسية الأولى وهي دور الكتاب في الارتقاء بثقافة الإنسان أدعوك عزيزي الطالب إلى تأمل معاني الكلمات الآتية يطلع وردت بمعنى ينهض بالأمر ويقوم به أما كلمة الارتقاء فقد وردت بمعنى تحسين وتهذيب ورد في الفقرة قولان مأثوران عند العرب وهما قديماً قال الجاحظ الكتاب نعم الذخر ونعم الوزير والنزيل وعملاً بالقول المأثور أعطني مكتبة أعطك شعباً عظيماً إذن يستند الكاتب إلى أقوال مشهورة ومأثورة للتأكيد على أهمية الكتاب في تثقيف الإنسان ودوره في الارتقاء بالمجتمعات والشعوب أدعوك عزيزي الطالب مرة أخرى إلى قراءة المقطع الثاني ومن ثم الإجابة عن الأسئلة الآتية الكتاب ينبوع التثقيف الحق اشرح الصورة الجمالية وبين أثرها في المعنى شبه الكاتب الكتاب بالينبوع وهو مصدر الماء في باطن الأرض وفي ذلك تأكيد على أهمية الثقافة للإنسان مثل أهمية الماء فكلاهما وسيلة حياة اذكر الخدمات التي قدمتها مملكة البحرين للتشجيع على قراءة الكتب إقامة معارض الكتاب وإنشاء المكتبات ومراكز مصادر التعلم الفكرة الرئيسية الثانية أهمية الصحف والمجلات في بناء ثقافة الإنسان عصر التفجر المعرفي عبارة أوردها الكاتب في مقاله أوضح ما توحي به العبارة السابقة توحي العبارة بكثرة المعارف التي أصبحت متاحة للإنسان منذ القرن الماضي تطورت رسالة الصحف والمجلات مع طبيعة العصر وضح ذلك اقتصرت رسالتها سابقا في نشر الأخبار ثم تطورت فصارت تعنى بالعلوم والآداب والفنون وجميع المجالات الفكرية والثقافية أما الفكرة الرئيسية الثالثة فهي تأثير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في تثقيف الإنسان أدعوك مرة أخرى لتأمل المعاني السياقية للعبارات التالية لم تدخر وزارة الإعلام وسعا وردت بمعنى بذلت وزارة الإعلام كل جهدها أما العبارة الثانية لم تألو الوزارة جهدا فقد أتت بمعنى لم تدخر جهدا ولا تأخرت في القيام بما هو عليها استخرج من الفقرة عبارة دالة على قوة تأثير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية العبارة قزت كل بيت أورد الكاتب العبارة الآتية لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية تأثير قوي في الصقير والكبير وفي المتعلم والجاهل حدد العلاقة بين كل زوج من الكلمات التي تحتها خط وبين أثرها في المعنى بين الكلمتين علاقة تضاد تؤكد التأثير الثقافي القوي والشامل لوسائل الإعلام في المتلقي وضح دور وزارة الإعلام في خدمة المواطنين ثقافيا بمملكة البحرين تقدم الوزارة من خلال الإذاعة والتلفاز برامج دينية وعروضا مسرحية وأفلاما وندوات عزيز الطالب لقد وصلنا إلى المقطع الثالث وفكرته تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الثقافية في المقطع الثالث أربع أفكار رئيسة إسهام المسرح البحريني في تنشيط الحياة الثقافية دور النوادي الثقافية في البحرين دور بيت القرآن في تنشيط أبناء البحرين على قيم الإسلام ومبادئ متحف البحرين الوطني منبع التثقيف عزيز الطالب سنقوم الآن بشرح الأفكار التي أوردها الكاتب في المقطع الثالث بين الكاتب دور المسرح البحريني منذ بداياته في تنشيط الحياة الثقافية أكد على مساهمة النوادي الثقافية منذ تأسيسها في رفض الحركة الثقافية في البحرين مبرزا التشجيع الكبير الذي لقيته من الحكومة أبرز الكاتب دور بيت القرآن المهم في تربية الأبناء على تعاليم الإسلام وضح الكاتب الدور الثقافي لمتحف البحرين الوطني ومساهمته الفعالة في حفظ تراث البلاد وتعزيز الولاء للوطن والافتخار بماضيه المجيد الفكرة الرئيسية الأولى إسهام المسرح البحريني في تنشيط الحياة الثقافية أتأمل معاني الكلمات الآتية كلمة رواد وردت بمعنى هو من يتقدم القوم وينير لهم الطريق ومفردها رائد كلمة الإسهام وردت بمعنى المشاركة والمساعدة ما أهداف هذه العروض المسرحية؟ من أهدافها تنشيط الحياة الثقافية نشر الوعي نشر الإصلاح الديني والثقافي والاجتماعي طرح مشكلات المجتمع البحريني الفكرة الرئيسية الثانية دور النوادي الثقافية في البحرين ما اسم أول ناد ثقافي في البحرين؟ ومتى تأسسه؟ نادي إقبال أوال هو أول ناد ثقافي في البحرين وقد تأسس سنة 1912 ميلادية أسهمت النوادي الثقافية بعطاء وافر في ميدان الفكر والثقافة وضح ذلك تقدم هذه النوادي المحاضرات والندوات والعروض المسرحية كما تشجع الشباب البحريني على الإبداع والابتكار في مجالات الفن والأدب أما الفكرة الرئيسية الثالثة فهي دور بيت القرآن في تنشيئة أبناء البحرين على قيم الإسلام ومبادئه أذكر ثلاثا من المهمات التي يضطلع بها بيت القرآن من أجل تثقيف الناشئة أولا ربط الناشئة بكتاب الله تعالى ثانيا تحفيظ القرآن وتعليم أصول قراءته وتجويده ثالثا تعليم القرآن للناس بوعي وإدراك ونصل الآن إلى الفكرة الرئيسية الرابعة متحف البحرين الوطني منبع التثقيف أورد الكاتب في مقاله هذه العبارة وهذا المتحف منهل للعلم والمعرفة ومنبع للتثقيف والتوعية ما الذي توحي به كل من كلمتين منهل ومنبع في العبارة السابقة؟ توحي الكلمتان منهل ومنبع بأن متحف البحرين الوطني مصدر أصيل للثقافة يعرض المتحف الوطني التسلسل التاريخي لحضارة البحرين فما القيم التي يقرسها في المواطن؟ تنمية روح الاعتزاز بالوطن والفخر بماضيه تقوية ولاء أبناء الوطن واعتزازهم بتراث آبائهم وأجدادهم وهكذا عزيزي الطالب وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم شاكرين لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم ونراكم في دروس أخرى